نهاردة كمان النادي الاهلي يمكن اعلن التعاقد مع المدرب الكندي عفوا المدير الفني للفريق الاول الدنماركي ستيفان ماتسن لتدريب الفريق الاول لرجال كرة اليد كابتن خلد العوضي ومدير عام النشاط الرياضي في النادي ادين شايفين صورته مع ماتسن المدير الفني اللي الحقيقة يملك سيفي او سيرة ذاتية هائلة جدا هو كان المدير الفني لفريق البرج الدنماركي خد معاه عدد من بطولات الدوري اربع بطولات دوري تقريبا على التوالي لكن كان وصيف بطل دور الابطال في اخر رسختين في 22 و24 مجد بيرج هو كان مع مجد بيرج البرج هو مجد بيرج غالبا مجد بيرج لا يا ريت يجبون اسمه بالكامل لا مش عايز افتي طيب هو حق معه دوري ابطال او وصيف دوري ابطال ابطال اوروبا مرتين اكد خالد العوضي انه ستيفن صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالانجازات مع الاندية والمنتخبات التي تولى تدريبها خاصة انه احد الاسماء الكبيرة في عالم كرة اليد وقال ان التعاقد مع ستيفن يأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس ادارة النادي برئاسة الكابتل محمود الخطيب للتعاقد مع افضل اسماء للمنافسة بقوة على حصد البطولات كمان في مش كمان اه الناس تعلقت بديفز ديفز لان حصل تطور وطفرة في كرة اليد في النادي الان مش بس على مستوى ما يتحقق من نتاج ولكن في بناء الفريق ونظامه تخوفه لما فجأة الراجل جاله عرض مقدرش يرفضه وطلب فسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائي هناك مدارس في كرة اليد يا استاذ ابراهيم الدول الاسكندينفية مؤكدة هي المدرسة الكبرى اللي بيتخرج منها يعني معظم الأبطال العالم مع اسبانيا مع فرنسا ثم تأتي السويد أو معها السويد أيضا دول القوة الكبرى في كرة اليد فانت لما بتستبدل مدرسة اسبانية بمدرسة دنماركية انت على نفس المستوى ودخل على تحدي ممكن نقول ان النادي الاني هنا لما بيوصل لخطوة أو علامة يبقى تخطاها ما بينزلش عنه كل التفاؤل ومش عاديين نستبق الأحداث وبإذن الله الخير في موقع ستيفان ماتسن عنده 47 سنة تولى تدريب فريق البورج الدنماركي في الفترة من 2018 لغاية 2024 حقق خلالهم أربعة دوري في بطولة الدنمارك واثنين كاس الدنمارك لكن كان الإنجاز اللافت جدا انه خد وصافة دوري أبطال أوروبا مرتين واحد وعشرين 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 اربعة وعشرين آخر نسخة للبطولة هو كان الوصيف بتاعها و 47 سنة ما أنا بقولك هي مدرسة عريقة جدا يعني هم دائما بينفسوا على الألقاب رقم واحد سواء على المستقل الأندية أو المنتخبات أما تحط منتخب العالم لازم تلاقي فيه عناصر مؤثرة جدا من الدنمارك يعني متفائل بإذن الله طيب كماني كماني كابت